أنا ممنوع من دخول الجزائر ماذا قدرت ماذا تحتاج هذه ثلاث سنين من حكم تعتبون ثلاث سنين ماذا تحتاج هذه قتلت اللي قتلت يطلع المباشرة ربما نشركم الرابط ويطلع بالصوت وبصورة يأتي بسودو يأتي بداير كاقول من أصحاب شكاير اللي ما يقدروش ما عندمش شاجعة باش يبانو كرجال ويلا نهار طولو ما يسترجلو من وراء الشكاير اللي يا راجل يطلع بالصوت وبصورة والناس تشوف اللي قتلت له باباه والأخوه يطلع يتفضل اللي سرقت له مالو يطلع يتفضل اللي كليتو يطلع يتفضل بالصوت وبصورة والناس تشوف وفي الداخل ولا في الخارج والجزائريين ولا غير جزائريين يطلع يتفضل بالصوت والصورة على المباشرة ونسوف واش يطلب أنا باش ناخذ جواز سفر تاعي اللي حق من الحقوق واش الشي اللي خليني أنا نفهم بللي هذا النظام راه وتبدل هذه السلطة راه تغيرت هذه العقليات راه تغيرت واش درت قتلت يا سيدي تفضلوا وفضحوني قدام ربيه وعباده سرقت يلا تفضلوا واش درت أنا واش درت ها يقولوا لي واش درت اللي عنده حاجة يطلع بالصوت والصورة قدام ربيه وعباده يطلع شكون المسؤول أنا على منعي من دخول الجزائر شكون كيفاش تخليني أنا نقتنع بلي هاد الناس اللي راهن في السلطة راهن مرايحين يغيروا واش الدير القمة العربية ودير ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحب تولي زاعيم في العالم وانا جواز صفر ما عنديش جواز صفر ما عنديش حب انت تحل المشاكل انت انت امها جواز صفر جواز صفر ما عنديش يعني لا لماذا وين راكم مرايحين هذا اللي يتكلم كلمة في الفيسبوك تكلم واش كون انت اربي انت يا شكون انت هو عمر بالخطاب تايا شكون اربي اللي خلق الكون راه الناس تضال تكفر به صباح وعشية ومع ذلك يرزق فيه شكون هذا الناس اللي راه منعني يا انا وعلا لماذا وانا نرى هذه المنظمات انت حقوق الكلاب حقوق القطط وحقوق الافاعي ورهم ورهم هذه المنظمات انت حقوق الانسان ورهم هذا الصحافة انت انت تعال خروطو هذا ورهم ورهم هذا الصحافة ورهم هذا الاحزاب ورهم هذول اللي راميه دائم في المعارضة مواطن جزائري ممنوع من دخول بلاده علاه لماذا مسلمين انتو ما فيكم ريحة الاسلام حب باش نشوف لقبرتها والدية مسلمين انتو ما فيكم ريحة الاسلام تتلذو ركم تتلذو بتعذيب الناس هذه الجزائر الجديدة اشتركوا في القناة